بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصدقاء كناة مام التوتا فيديو اليوم مميز ولذيذ هنعمل مع بعض مربة الفراولة اللذيذة اللي كلنا بنحبها فراولة من الفكهة الجميلة الخفيفة المستحبة شايفين القوام زبدة قوامها جميل وشكلها لذيذ روعة هنشوف مع بعض طريقة عمل الفراولة مربة الفراولة خطوة بخطوة كمله معايا الفيديو للآخر يلا ندوس اللايك وندخل على الفيديو معانا كمية محترمة من الفراولة نخسلها كويس جدا جدا علشان نتخلص من أي رمل بيكون موجود فيها ودلوقتي غسلناها وصفنا أخذنا حوالي كيلو ونص من الفراولة هنبتدي نقطع الفراولة لقطع صغيرة تقدر يتقطع الفراولة وكمان تقدر يتعمليها بدون تقطيع هتكون النتيجة نجحة وجميلة الفراولة من الفكهة المستحبة اللذيذة بتكون متوجدة في فصل الشتاء يعني الموسم بتاعها بيكون في فصل الشتاء فراولة دي كانت فراولة بلدي يعني لونها أحمر غامل زي ما حضراتكم شايفين كده وما رب بتاعتها كانت لرزيزة ولونها محمر وجميل دلوقتي هنقطع كمية الفراولة اللي معانا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كان معانا كيلو ونص من الفراولة هنعمل بي المربة بتاعتنا اللذيذة تقدر تستخدمي المربة الفراولة في شهر رمضان الكريم كوجبة في الصحور وكمان كحشو في الحلويات الرمضانوية وكمان الفراولة بتدخل في حاجات كتير أو في طرط كتير فبنستخدمها للتأزين ومعروفة بطعمها اللذيذ هنخلص كل كمية الفراولة ونقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده لقطع صغيرة هنضيف القطع الفراولة في بولة زي ما حضراتكم شايفين كده معايا ودلوقتي انتهينا من تقطيع الفراولة هننزل بيها في حلة كبيرة أو متوسطة الحجم طبعا عارفين كلنا انه انه كل كيلو فراولة بيكون ليها نص كيلو من السكر يعني ما يعادل نصف كمية الفكهة المعوجودة معنا عشان نعملها مربة بيكون سكر يعني كيلو فراولة يبقى نص كيلو سكر ايا كان نوع الفكهة فبيكون السكر نص الكمية دلوقتي طبعا احنا معنا هنا كيلو ونص من الفراولة ضفنا ليها كيلو الا ربع من السكر اللي بنهم مع بعض كويس جدا هنسيبهم حوالي اربع ساعات علشان الفراولة تخرج كل كمية السوائل الموجودة بيها زي ما حضراتكم شايفين هنا نسبة السوائل اللي خرجت من الفراولة شايفين دلوقتي هنرفع الفراولة بتاعتنا على النار في اول عشر دقائية بيكون النار عالية وبعدين بنبتدي نوطي النار علشان الفراولة بتاعتنا تستوي المربة تستوي براحتها بدون ما تلزق وكمان وكمان بالوقت بنشيل منها اي ريم يظهر على سطح المربة اثناء التسوية والغليان بنتخلص منه طبعا بنقلب المربة بتاعتنا من وقت للتاني على النور مع استمرار المتابعة وزي ما حضراتكم شايفين كده بنزيل اي ريم يظهر على السطح المربة بتاعتنا هتقعد معانا على النار حوالي ساعة وبعدين القوام بتاعتها هيدقل وهتستوي معانا طريقة سهلة وبسيطة وكلنا نقدر ننفذها بكل سهولة بس كملوا معايا للاخر في الفيديو علشان نشوف النتيجة مع بعض وهنا القوام بتاع المربة تقل زي ما حضراتكم شايفين طبعا ودخلت على التسوية المربة الفراونة مش هتحتاج هند بلندر ولا اي حاجة تقدر بيها هي بتكون نعمة مع بعضها كده مع نفسها وبتكون لذيذة وجميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفين تقدر يضيف عصرة لمون عليها لو انت حب دلوقتي المربة بتاعتنا استويت وبقت جميلة ولذيذة وكوامها زبدة زي ما حضراتكم شايفين ودفناها في العلب المعاقمة ازاز زي ما حضراتكم شايفين قوام المربة جميل ولذيذ طريقة سهلة وبسيطة حبيبي اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو اتمنى منكم تدعوني باللايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا اشتركوا في القناة اشتركوا كل جديد من قناة اشتركوا في القناة